هلو الله فيكم حلقة جيدة من قصص ألعاب مرعبة عندنا اليوم لكم قصتين مرعبتين قبل ما أبدأ يلازم أن أهوه أن هذه القصص مرعبة يعني ما تنفعل للناس اللي عمرهم 18 وفوق وما تنفعل أيضا للناس اللي عندهم قلوب ضعيفة قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتو والحين خلونا نبدأ أول قصة معنا اسمها الشرير أوتو تبدأ القصة في عام 1981 مع شابين يعشقون ألعاب الأركيت وبالتحديد الشاب جيف رح مع صديقة في الصباح لمحل ألعاب الأركيت ومشدة الحماس كانوا أول من يدخل المحل ومحل الأركيت يبارا عن محل يكون فيه أجهزة ألعاب كميوتر تحط قروش وتلعب الألعاب وعالطول بدون أي تفكير وتردد راحوا للعبة بيرزرك حط القروش في لعبة الأركيت وبدأت بصوت رجل آلي يقول أتاكيت صديقة يقول أنه تسمت تسامة عريضة على وجه جيف وبدأ يلعب ويحارب الآليين وقدر يخلص مراحل كثيرة وهو يحاول تفادى أو كم يثميه جيف الشرير أوتو أخذ كرسي صديقة وجلس يتفرج عليه بحكم أنه كان دائما يتفرج عليه وهو يلعب الوجه هذا كان مسبب لرعب فجأة جيف بدأ يفرك وجه على الشاشة وهو يقول كم آن كم آن وبكل مرة يكون الصوت أعلى وبشكل عنيف أكثر كم آن كم آن يقول صديقة ارتفع صوته حتى أني ما صرت أسمع أي شي حولي فقدر يقتل آخر رجل آلي وراح على طول الابتسام الشريرة وفجأة الشاشة بدأت تفلش واخذ الهاي سكور باللعبة وكتب اسمه في قائمة الفائزين وبدون أي سابق انثاره أول مكتب اسمه طح جيف على الأرض بالبداية أعتقد صديقة أنه يمزح لكن جيف بدأ جسمه ينتفض حتى بدأ صديقة يصرخ ناده الإسعاف حتى أنه حط ركبته على صدره عشان يثبته لكن بدون أي فائدة جاءت الإسعاف حاول يسعفونه لكن جيف توفى في هذه اللحظة مات بسبب سكتة قلبية بعدين صديقة التفت لشاشة اللعبة وشاف وجه الشرير أوتو يبتسم ويضحك من كثر الغضب راح للعبة وكسرها حتى تم طردها من المحل وبعد سنة احصلت حادثة مشابهة ويعتقد أنها بسبب اللعبة شخص اسمه بيتر في ولاية إلينوي قدر يحصل الرقمين قياسيين في اللعبة خلال 15 دقيقة وسقط بعدها ميت بسبب سكتة قلبية وفي أحد المواقع الشهيرة صنف اللعبة كرقم واحد في أكثر لعاب رعبا لأنها تسببت في وفاة حقيقية لأشخاص قصتنا الثانية اسمها لعبة ديت سبيس هي السبب قصتنا تبدأ بمراهق كان يحاول يحصل للعبة جديدة وهي ديت سبيس وبالتحديد الجزء الثالث تفاجأ بأحد أصدقاءه بأنه جالس يلعب ديمو للعبة ديت سبيس الجزء الثالث سأل عنه من وين جبتها قال لا شاريتها أو نزلتها من الستور بحث عنها في الستور أو المتجر لكن ما حصلها دخل حاول يبحث عن المشكلة في الانترنت وما لقى حل واكتشف أنه كان فيه مصابقة من المطورين اللي يفوز فيها يحصل على ديمو للعبة عشان كذا انتظر بحماس كبير لأكثر من أسبوع حتى تصدر للعبة وبدون علم أهله في ليلة من ليالي أخذ البطاقة الاتمنية الخاصة بأمه واشترى اللعبة وجلس بدري عشان أهله ما يعرفون أنه يلعبها شغل الجهاز وقبل لا يبدأ اللعبة يقول لاحظ شيء غريب في الغرفة وقوه غير موجود في الغرفة مع أن الوقت كان فجر والغرفة كانت كلها مايلة بس مع الحماس أعتقد أنه عقلة جالس يكذب عليه شغل اللعبة وبدأ بالصفحة الرئيسية كانت الخيارات العادية الموجودة option load new game لكن لاحظ وجود خيار رابع مكتوب بشكل غريب مثل الخطة المساخت من داخل اللعبة لكن ما قدر يقرار اختار خيار رابع وبدأت اللعبة بشخصية آيزاك اللي هو البطل ومعاه مسدس واحد فقط اللي هو البلازما كاتر وكان في ممر طويل وبدون أي إضاءة ومن خلف جدار مغطة بالدماء تقدم للأمام بشكل بطيء ومع كل خطوة الإنارة تبدأ بالوميض وكتكتشف أن ما بين الجدران كلها دم جاف حاول يستكشف عن أي مهمة يحتاج يخلصها وكانت المهمة مكتوبة die ما فهم المغزى من المهمة في البداية عشان كذا قرر يقرأ يوميات الشخصية واللي قراه ما كان لمعنى ومنطقي لقصة اللعبة الكلية الكلام المكتوب كان لا أصدق أنني فعلت ذلك نيكول لماذا لديك أن تقتلتك الوحيدة فقط لاحظة أنا أكثر من الأول في هذا المكان لا يوجد طريق أيضا ماذا أفعل؟ وترجمتها كانت ما أقدر أصدق أنا إيش سويت نيكول ليش قتلتي نفسك؟ الألم ما أقدر أتحمله عادي تعتقدين أنا الشخص الوحيد اللي عايش بهذه السفينة وما في أي مجال أني أقدر أحرب منها إيش أقدر أسوي؟ يقول كنت متأكد أن اللعبة طبيعية وما فيها أي شي خطأ أو يمكن حصات على سبيشل دي أل سي لأنه كان عارف أن شخصية أيزاك قدر يهرب من السفينة لكن إيش اللي كان يكسط بكلمة I can't believe I did that أو مو مصدق أن أنا سويت كيلو حاول يكمل عبر الممارة المظلم في النهاية اكتشف باب لما افتحها شاف جثة مشوهة وتخرج منها الديدان بشكل مقزز بعد التركيز شاف أن هذه نيكول حبيبته وبجانبها رسالة أخذها أيزاك وسجل في يومياته كلام مثل أخيرا صرنا مع بعض يا نيكول بنصير معا إلى الأبد وصديقنا المراهق بدأ يفكر ويوسوس هل هذا اللي كان بيصير لو آيزاك ما قدر يهرب من السفينة هو كان مشغول بالتفكير بشكل مفاجئ الشخصية حركت الحالة وقربت الجثة وجلس على رقبته ورفع الهلمت أو الخوذة وبدأ يأكل من الجثة يقول خوينا أنه استغرب أنه كان يا كله ومستمتع الشاشة تغيرت الأسود وظهرت جملة مكتوبة معناها أنه فقد عقله وما بقى فيه إلا شخص فاضي يعني ما فيه أي خيال ولا فكر ماذا عنك أنت؟ اللعبة جالسة تكلم هوينك جالسة خاطبة هنا بدت نبوضات قلبه تزيد وبدأ بالتوتر وكان خايف درجة كبيرة من المشهد وأن اللعبة كانت تتكلم معاه وقبل لا يقدر يفكر ويقرر أي شيء اللعبة قالت بليس تاوب وقف ورجعت الشاشة بسرعة لشخصية آيزاك لكن هذه المرة خلع الكخوذة بشكل كامل وكان وجهها شاحب خالي من أي تعبير والعيون كانت صودة رفع السلاحة على رأسها واللعبة تتخيرين بشكل مباشر يعني أنهي كل شيء أو عيش من الخوف قرنا إنهي كل شيء وإنهي الشخصية من هذا العذاب واختيار الخيار الثاني امتلت الشاشة بالدم من رأس آيزاك وتغير للون الأسود وكتب في الشاشة يعني أنت عطيتها السلام هل بيكون في سلام لك أنت هل راح تعاني أو راح تموت بشكل بسيط بعد هذه الكلمات انطف الجهاز فجأة ووقف حاير وش المقصود؟ هل بموت أنا قريب؟ هل بسلم مثل آيزاك؟ ترك الجهاز وراح ينام وحاول تناس الموضوع بعدين لما صح من النوم وفي المطبخ ولا يعرف كيف وصل لله هنا التفت حوله لقى آثار دم تودي لغرفته أخذ سكيم المطبخ خايف أن هناك مجرم في بيته عشان دافع عائلته لحق الدم لغرفته وفتح الباب بشكل بطيء ولما افتحه شاف منظر قدامه نزل على الصاعقة عليه أمه أخوه وحتى المربية حقتهم روسهم مقطعة لاحظ أن الذراع حقته مليانة دم جاف وحتى السكين الغرفة كانت مائلة بعد فترة من القوف والنظر اكتشف أنه من قتل عائلته الآن كل شيء صار منطقي جثة نيكول تمثل عائلته اللي قتلها والمهمة داي واليوميات وجملة بلي ستاوب كانت صرخات عائلته ما تحمل ندم وبكل قوته ضغط بالسكين على قلبه وأنهى حياته يعني اختار خيار اندت اول كل يصار كان خطاء لعبة تيت سبيس وهذه قصة الرعب لهذا الأسبوع أتمنى تكون عجبتكم أعطون رأيكم فيها وأيضا لا تبخلون عينة باللايكات يعطيكم العافية جدا جدا صراحا متحمسين صراحا مبسوطين على الدعم قاعد تسولون يا يعطيكم العافية وألف ألف عافية كما معكم في هذه الشيحة شوكم مرة ثانية مع السلامة شكرا